أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية خاصة في ظل جهود أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستراد وتوفير دواء يتميز بالجودة ووجه رئيس الوزراء خلال استقباله رئيس هيئة الدواء المصرية بدرورة عقد اجتماع دوري لمتابعة جهود هيئة الدواء المصرية على كافة الأصعيدة في ظل ما يحظى به قطاع الصحة والدواء من أولوية لدى الدولة اشتركوا في القناة